لحربي أوكرانيا وغزة تبعات دولية عميقة وكأنها من أمارات ترنح النظام الدولي وقد تصبح مماهدات لإبداله طال الأمد بالعالم أم قصر أسيرا لأحاديته المنبوذة فهو أقل عدالة من المأمول أمميا بل قل بغير حرج إن فيه من الجور شيئا كثيرا ولعقود طوال سوق الغرب قاطرة ذاك النظام وعلى رأسها الولايات المتحدة لوهم العالم الحر وقيمه الإنسانية مستقبا نخبا في دول غيره وخلقا كثيرا من الأتباع يسوقهم إلى استعلائه زخرف الديمقراطية والمنظمات الحقوقية وفي ذلك حق أريد به باطل فتلك ديمقراطية حرام على المجتمع الدولي حيث ترجح كفة دولة كفة سائر الدول إن أشهرت النقض حقا لا يحق لغير الخمسة الكبار حتى وإن تراجعت قوة بعضهم أخيرا وكذلك الإنسان بلا حق هنا وكامل الحقوق هناك وتلك الزواجية النكراء قد أيقنتها زعامات صاعدة وبينها العائد إلى الحكم في البرازيل دا سيلفا حيث غرد قبل يومين ثائرا على توحش النزعة إلى الانفاق العسكري فيما الألوف من البشر تباد جماعيا وثمت في الأرض شعوب تتدور جوعا وبه تموت وفي البرازيل ذاتها يغيب الإجماع على بيان مشترك إذ فشلت في ذلك قيادات مجموعة العشرين المالية وانفردت برازيل دا سيلفا بإصدار إيجاز بدلا من البيان وفي الأمر مؤشر إلى أن الخضوع لرأس المال المتوحش يوشك أن يولي وأن فرضه بالقوة قد تلاشى وأما تأييد رئيس البرازيل حق الفلسطينيين ووقوفه في وجه إسرائيل منددا فذك أمر يحظى بدعم شعبي أممي يصل مداه إلى عقر دار الغرب المنحاز وأن ينحياز في أن تكون مع الجلاد المنتهك حقوق الإنسان وأن تداعي مطلقا إلى تلك الحقوق فهذا جورج غالوي المعروف بنصرته فلسطين قد لاق تأييدا انتخابيا في روشديل أعاده إلى البرلمان البريطاني وقد ركز في حملته على ما أجرمته إسرائيل بحق غزة فكان تعبيرا بحق عن طوفان التجمهر الشعبي في لندن إبان صحوة الضمير كذلك تستفيق أوروبا على واقع دولي جديد بعدما بات أمنها مهددا في جوارها وأبعد من ذلك فالحروب تقطع عن القارة العجوز شرايين الطاقة وهي الفقيرة إلى غيرها كما أن أمنها عرضة لمخاطر اندلاع نزاع موسع بسبب دعمها كيان الاحتلال وبتعبير خبراء الأمن في اجتماعهم بليتوانيا قبل شهرين قد تجر أوروبا إلى جولات تصعيد تتكبد هي الأخرى تبعاتها إن اتخذ الصراع في غزة طابعا إقليميا أكثر محمد بعبد الله الميادين